اشتركوا في القناة 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 من سوريا والعالم يارب هالنهار يحمل معه الخير والتفاؤل واكيد الصحة والعافية لكل اللي عم بتابعنا صباحكم خير وصباحكم فيل وياسمين شامعة اكيد راح نبدأ محطاتنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 اكيد مشاهدين الذاكرة الاوية شي صحي وإيجابي لكن يبدو ان الذاكرة الحديدية باليابان صاع عليها مشاكل خلونا نشوف بالتقرير التالي بداية اخبارنا المنوعة لليوم بذكاءه وقدراته العجيبة مكان شاب ياباني من سرقة حسابات من كيلة مئات الاشخاص خلال عمله كبائع بأحد المحلات التجارية وهالشي بيرجع لذاكرته الحديدية اللي مكنته من حفظ بيانات البطاقات الاعتمانية استطاع يوسوكي تاديكوجي البالغ من العمر 34 سنة من حفظ بيانات بطاقة الاعتمان الخاصة ب1300 شخص وهالشي كمان بيتضمن اسم الشخص ورقم البطاقة المكون من 16 خانة وتاريخ الانتهاء ورقم الأمانة وهالشي بس خلال ثواني معدودة واللي بتنفي عملية الشراء بالمتجر يلي بيعمل فيه ونجحت السلطات بإيقاف الشاد من خلال عملية شراء قام فيها الكترونيا إذ اشترى حقيبتين باهضتين ووضع عنوان منزله عنوان للاستلام حسب ما ذكر موقع أودتي سنترال أطلقت شركة بي بيرو جهاز كومبيوتر محمول قامت بتصنيعه من الخشب وهو مصمم ليستمر من 10 ل 15 سنة وبمحاولة لإدخال تكنولوجيا جديدة وبأسعار معقولة للمناطق النائية بي بيرو وأنشأت الشركة العائلة كاراسا كوس وهي مكونة من متخصصين بالكمبيوتر وخبراء تسويق كمبيوتر ووالابتوب بغلاف خشبي يمكن بسهولة تفكيكو لإصلاحه وعمل نسخ حديثة منه وذكرت الشركة أن الكمبيوتر الخشبي جاهز للوصول للسوق مقابل 235 دولار ويمكن شحنه بالطريقة العادية الكهرباء أو حتى عبر الشمس وأشارت الشركة إلى أن جهاز ووالابتوب بأثر إيجابياً على البيئة من خلال تقليل كمية النفايات التكنولوجية أعلن أمجد فؤاد رئيس الفريق الجراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة شمال مصر نجاحه من أنقاذ شاب مصري بيبلغ من العمر عشرين عاماً وأشار رئيس الفريق الجراحي أنه نستخرج من بطن الشاب اللي بيعاني من دمور عقلي عشرين ملعقة وأدوات مطبخ ومجموعة من فرشات الأسنان بالإضافة لخواتم وسلاسل بهبية وأوضح رئيس الفريق الجراحي أنه الشاب وسل للمركز وهو عم بيعاني من ألم شديدة ببطنه قبل ما يتم إجراء جراحة عاجلة إله ومن ثم استخراج الأجسام الغريبة من جسده ونوه لاستقرار حالة المريض بعد جراحة استمرت مدة ساعتين أكيد صار الوقت لنرجع ونقلب بالذاكرة ونتعرف على أبرز الأحداث اللي صارت بمثل تاريخ اليوم بالتقرير التالي تاريخ 12 أيلول سجلت فيه كثير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم بمثل هاليوم من عام 1944 التوقيع على بروتوكول لندن الذي قسم بيرلين إلى أربعة قطاعات تتبع كل منها لدولة من دول الحلفاء وفي عام 2005 افتتاح مدينة ديزني لاند في هونغ كونغ بعام 2013 ناسا تؤكد أن المسبار فويغيروان غادر في الخامس والعشرين من آب عام 2013 حدود المجموعة الشمسية بعد رحلة استمرت ستة وثلاثين عاماً ووصل منطقة الوسط بين النجمين وهو بذلك أول جسم مصنوع من قبل الإنسان يصل إلى هذا المكان من الشخصيات يلي شهد تاريخ 12 أيلول على ولادته بعام 1565 هينري هيدسون مستكشف إنجليزي وهو أول من اكتشف الطريق البحري الواصل بين أوروبا وآسيا من الشخصيات يلي شهد تاريخ 12 أيلول على وفاته بعام 1981 أوجينيو مونتالي شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1975 وفي عام 1993 الموسيقي المصري بليغ حمدي هي كانت أبرز الأحداث التي صارت بتاريخ 12 أيلول نهاركم سعيد أكيد من مساحتنا الأولى رح نكون مع إنجاز سوري جديد تميز وإدار يحقق الفريق السوري للتايكويندو طبعاً تصدر الترتيب الثالث لتكون حصلت أبطال سوريا بالتايكويندو 23 ميدالية منها 2 دهبيات ضمن بطولة بيروت أوبن الدولية اللي عم تشهد مشاركة أكتر من 26 دولة من أسيا أوروبا أفريقيا وأمريكا اللاتينية لنحكي أكتر عن هالإنجاز الرياضي السوري بسرنا طبعاً يكون معنا الكابتن شريف خالد ياركي رئيس اتحاد التايكويندو وأيضاً آيا مبارك الفائزة بالبيدالية الدهبية ببطولة بيروتا الدولية سيد صباحكم إن شاء الله ألف مبروك صباح الخير صباح الإنجازات مثل عادة دائمة رح نبلش معك كابتن ونحكي شوي عن تفاصيل خلينا نقول بيروت أوبن الأخيرة كيف كانت وكيف كانت مشاركة سوريا بطولة بيروت أوبن هي من البطولات الدولية المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكويندو وأحد النقاط المؤهلة لألوبيات توكيو هي بتصنيفة جي وان عليها عشر نقاط البطولات الدولية المصنفة تكون لاتحاد العالمي للتايكويندو هي مفتوحة لكل القارات تشارك فيها متم ما حكينا شاركة أسيا وأفريقيا وأربا وأمريكا اللاتينية با 26 دولة منهم دول كتير مهمة باللابة والحمد لله قدرنا نحق المركز الثالث بالبطولة والترتيب العام طبعا 26 دولة بس اللي مشاركينها 60 فريق لأنه هي كمان أندية ومنتخبات بطنية ونحن بسوريا شاركنا بالأندية ارتقينا أن نشارك بالأندية ليكون معنا عدد كبير من اللعبيين واخترنا هدول اللعبيين على أساته أن يكون بطل جمهورية لعب منتخب وطني أو حاصل على أكتر من ميدالية بطلت الجمهورية حامل حزام الأسود اخترناهم بانتقائية كثير مميزة للعبين والحمد لله قدرنا نحقق هذا الإنجاز تقريبا كان معنا شي 35 لعب قدرنا نحقق فيهم 22 ميدالية أو 23 ميدالية يعتبر إنجازة بهذه اللعبين أكيد يعني آية أنا هلأ اطلعت على الشهادات خلينا نقول أنت بنت حمص؟ أنت بنت حمص يعني أول شي بلجتي بالتفوق بمحافظتك بعدين بأكتر من مهرجان يعني عنا طبعا أكتر من مهرجان جوردن ردون بطولة آسيا أكيد بطولة آسيا خلينا نشوفها قبل ما نسألك عن بيروت أوبن أكيد وكمان في عنا عمان كمان بالبطولة يعني كثير شهادات مشاركات مهمة خلينا نحكي أكتر عن مشاركتك نحن عم نشوف الصور ببيروت أوبن أدولية كيف كان التحضير لما أعلنوا النتيجة أنك فائزة بالدهبية كيف كان الشعور؟ أول شيء بدل بلشت حضر للبطولة إنها ثلاثة مارين باليوم مع الكبتن تمام نقري حتى قدرت وصل لها الميدالية كثير حتاج إرادة وتصميم حطيت هدف إني لازم جيب دهبية لأنه قبل كنت جايب دهبية بالسنة الماضية نفس البطولة وقلت لازم جيب هاي تاني دهبية نفس البطولة وكثير فرحة لما فزت ورفعت العالم إنه هاد فخر إلي دام الدول تاني إني إرفع العالم يعني كابتن مثل ما حكت آيا في تدريبات مختلفة ومتعددة خلينا نحكي شوي عن الفريق السوري أنتو حرصتوا على تشكيلتو أنه كوم من جميع الأعمار أيضا مشاركة نحن نحكي عن الفرق التي تنافست معه أيضا نحن شاركنا بأربع فئات بالبطولة يعني هي فئة الأشبال والشبلات وفئة الناشئين والناشئات وفئة الشباب والشابات وفئة الرجال والسيدات تنوعية الميداليات طبعا هذا مجموع الميداليات تنوع بين اللاعبين عنا فئة الأشبال عنا اللاعب ينبال الدواليبي حققية ميدالية فضية محمد البعلي ميدالية فضية جنة صيداوي ميدالية برونزية بفئة الناشئين كمان عنا عبد الرحمن الجرايحي كمان حقق ميدالية برونزية هاي بفئة الأشبال طبعا معظمهم هني لعبين منتخب وطن كانوا مشاركين بأكثر من دورة قبل بفئة الناشئين كمان كان عنا ميداليات منها فضية منها برونزية كمان عدت لعبين منهم عبداللطيف منهم شمس أحمد منهم سلاف صعود منهم يعني لعبين منوعين كلياتهم بلشنا الأدوار التمهيدية تقريبا معظم مباريات مع لبنان باعتبارة دولة مضيفة عنا نيبال فازت لبنان فازت فينزويلا وخسرت مع مصر بالمباراة النهائية بفارق يعني كثير بسيط بالإضافة لجنا كمان فازت لبنان خسرت مع لبنان يعني مبارياتنا منوعة آيا فازت لبنان فازت الأردن وفاوزت على إيطاليا بالمباراة النهائية عنا لعبين تانيين كمان فازوا على مصر فازوا على أردن فازوا بمباريات منوعة يعني حسب بطولة بطولة فيها دول من أوروبا خلينا نقول مثلا بدول قوية مثل تركيا كانت مشاركة اليونان، سويسرا، إسبانيا بأميركا اللاتينية كانت البرازيل والفنزويلا بالإضافة لأميركا من آسيا عنا كازخستان، أوزباكستان، الهند كانت مشاركة مشاركة كمانة طاجكستان، دول اللي كانت موجودة مهمة يعني كثير باللابي في عنا مباراة نهائية خصلناها مع طاجكستان يعني هو تعب وإرهاق صار على اللعبين يعني يلعب أربع مباريات أو أحيانا في منهم اللعب خمس مباريات لحط الميدالية تبعيته فهذا كله دور كان بالتحضير، اللعبين نحن حضرناهم بمحافظاتهم باعتبارها هي أندية وليست منتخب وطني، فالمنتخب وطني بيكون معسكر ومركزي الأندية حاولنا نعسكرهم بمحافظاتهم، كلفنا بكل محافظة مدرب طبعا صاحب الخبرة الأكبر اللي عنده مشاركات أكتر الكابتن تمام النقري كان بحمص، كابتن باسم سلامي كمان كان موجود بحمص معه كمان فريق الناتنين كانوا يجهزوا باللعبين باللادية كان عنا الكابتن اسبريلياس كمان عنده لعب حق ميدالية فضية سامي حسان بالبطولة بريف دمشق كان معنا الكابتن سامر طامي، بدمشق كان معنا الكابتن نوسف صياد وكان معنا أكتر مدرب، وكنت أنا مشرف على بشكل عام على تحضيرات كل الفرق شراف عام، يعني آية لما حدا يقول تايكواندو بيقول إنه بدت هكي نعمة متلك عم تلعب تايكواندو كيف هكي بلشتي؟ هل هي هواية بالنسبة إليك؟ واللي حابة إنك تتميزي فيها وتكملي لبعدين؟ هلأ هي لأمانة للبنات، أمانة قصدي إنه للصبيان بس، بالعكس أنا باعتبرها سلاح البنات وقت يدافع عن نفسهم، وهي بدي زكاء وصرعة بديها كيف وصلت لهي المرحلة من الاحتراف خلينا نقول؟ على كتر المشاركات الخارجية وحتى الداخلية كمان، صرت اكتسب خبرة ووقت إلعب كتير مباريات ومع دول قوي اكتسب خبرة منها تاخذي خبرة يعني دايماً التدريب هو جزء كتير مهم بالألعاب الرياضية عموماً والدعم كان دعم المدربين أو دعم الأهل والد آية معنا بالكواليس ما نقول له يعطيك العافية ومبروك لآية خلينا نحكي شوي عن دعم الأهل وخصوصاً نعم نشوف الفرق عم تيجي من كل المحافظات، عم تكون مشتركة معكم لحتى تمثل سوريا بمسابقات برا وهذا طبعاً بده مجبوذ كبير يعني طبعاً احنا متوجه للشكر أول شيء للأهالي يعني دعم الأهالي وثيقتهم بالاتحاد وثيقتهم بنظمة الاتحاد الرياضي العام يعني ولادهم كلياتهم بهاي الأعمار انهم مسافرين معانا من عمر التسع سنين تقريباً للشباب اللي بامروا العشرين، خمسة وعشرين سنة فالأهالي اللي ما عندهم ثيقة كبيرة بالمدربين وبالاتحاد ومنظمة بشكل عام وانهم يرفعوا عالم سوريا وتشجيعهم لهي الإنجازات ما لحنا نقدر نعمل أي إنجاز بهذا الموضوع دور الأهالي كان كتير له كبير دعم بهذه البطولة إن كان معنوياً ولا مادياً بكل المفاصل يعني تبع هذه المشاركة لقينا قبول كتير كبير وقت فتحناها للأندية البطولة حاولوا معظم اللعبين أو أكثر اللعبين على المشاركة الأندية دعمتهم، الأهالي دعموهم الاتحاد وفر لهم كل متطلبات المشاركة من تسجيل، من سفر، من حجوزات فندوقية من تثبيت مشاركة لللاعبين عدد كبير يعني إحنا أول مرة يمكن بسوريا بالتايكواندو بنشارك بهذا العدد بطولة بالعادة بتعرف المنتخبات اللي يكون مقصورة عشر لعبين، خمس لعبين العدد اللي بيكون محدد للأوزان المشاركة بيكون لعب واحد بالوزن أما بالبطولة مثل هاي الأوبين المفتوحة الكبيرة بيكون فينا تشاركي بأكثر من اللاعب بنفس الوزن حتى عنا بسوريا في عنا أكثر من اللاعب بنفس الوزن وأقهنين نفسهم اللاعبين حققوا وكان لهم مراكز يعني اثنين بنفس الوزن، مثلا عنا نيبال دواليبي جانا صيداوي اثنين حققوا، مركز الثاني والثالث والحمد لله كان إنجاز كبير وحصلنا على المركز الثالث يعني كان أكثر من متوقع كان بالبطولة الحمد لله المهم دائما نسيقه كمان بهالشباب يعني اللي عم تضربوهم كبيرة لحتى وصلوا لهون آيا خلينا نحكي شوي عن الفرق اللي تحدد فيها إن كان ببيروت أوبن أو خلال مشاركاتك الدولية إنه أكتر فريق هيك صعب كان عم تتحدي وحكي لنا عن المراحل يعني كل مرحلة كيف كنت تحقيقي إنجاز التطوري حالك لتنتقلي للمرحلة اللي بعد أول شي بلشت ببطولة طرطوس بطولة جمهورية أخذت المركز الأول بال2014-2015 بعدين بطولة ديمشق مركز أول وبطولة السوادة كمان مركز أول بطولة جمهورية بعدين بلشت شارك بطولات خارجي أولة كانت بطولة الفجيرة بال2018 أخذت الميدالية الفضية بعدين شاركت ببطولة بيروت أوبن بال2018 هات الميدالية الذهبية بعدين بلشت ببطولة روسيا بطولة الصداقة أخذت الميدالية البرونزية وبطولة الفجيرة بال2019 أخذت الميدالية البرونزية بعدين أجت بطولة آسيا كمان أخذت الميدالية البرونزية وآخر شيء هلأ بطولة بيروت أوبين بالأثنين ودعلي ذهبين رابع لكي يعني حصيلة مشرفة دائما لكل لعبين ومثل ما ذكرت الأسماء اللاعبين نيبال كمان من اللاعبين اللي كانوا معنا بصباحنا غير أكثر من مرة خلال حصولها على كذا ميدالية خلينا نحكي شوي عن الاستمرارية بالتدريب قدية مهمة وخصوصا ممكن فيه يبلشوا بأعمار مختلفة أو حتى نقول مهارات مختلفة قدرات مختلفة طبعا هو بالدور الأول بيرجع مثل ما حكينا للأهل واللاعب نفسه إذا هو ما عنده التزام للتدريبات وبأوقات التدريب مدرب موجوده بكل الأوقات يعني هو جاهز أنه يعطي كل اللي عنده لللاعب إذا اللاعب ما له ملتزام ما حيتطور اللعبة بدأ التزام الدراسة ما بتعيق الرياضة بالنهاية كل ياتنا كلنا ندرس كل ياتنا درسنا ومتفوقنا وكل ياتنا شهدات جانعية إن شاء الله هنه بكرة كمانة كل ياتهم بيتقدموا وأي من المتفوقين بمدرسة المتفوقين بحموس ومن الأوائل بمدرسة المتفوقين فهي بيقول ليك رياضة بتعيق الدراسة أو هي أو هي حجة اللي بده يلاقي سبب يعني لحتى لحتى يبعد هيك شوي يعني الجو التحضيراتهم لللاعبين عندنا معظم لعبين منتخبات اللي ملتزمين نحنا يعني بكل محافظة حاطين مدرب رئيسي بشان يأشرف على لعبين المنتخبات ويتابع معاهم إن كانوا موجودين معاو بالتمرين أو كانوا بيتمرنوا بعنديتهم الرسمية يعني اللي موجودين فيها والحمد لله يعني اللعبين معظمون ملتزمين معظمون متابعين حابين يعملوا شيء لسوريا يعني هلأ نحنا انطلقتنا بالميداليات الدولية يتعتبر بالابتحاد خلينا نقوم بداية العام بالنهاية العام 2017 بلشنا ننطلق بالتايكوان دول المرحلة السابقة كانت فيها مرحلة تحضير وإعداد للعبين الصغار للعبين الأشبال نوسع القاعدة نعمل قاعدة كبيرة بعدين انطلقنا شارطوليا نحقق إنجازات بعد من ورد صنة لصنة جاهزين عم نعتمد على الجيل الصغير هلأ نوعا ما أكتر من الكبار مع أنه الكبار بهذه البطولة إنجزوا الحمد لله يعني حققوا سبع ميداليات هذا بأول إنجاز يعني بفئة الرجال والسيدات نحقق هذا الكم من الميداليات عنا خالد صادقة حقق ميدالية برونزية بهذه البطولة وعنا ست صبايا هني اللي حققوا الميداليات البعية ميدالية ذهبية للمخا واندا وفضية لنسرين ديركي وفضية كانت لديليار حسين وعنا برونزيات كانت لآلاء والليارة والآية كمان آية تانية عنا كمان بطلة آية جرايحي الحمد لله يعني كان إنجاز كتير كبير بهذه البطولة بهذه المنافسة اللي كانت وبالكم اللي موجود تقريباً بطولة كان فيها 600 لعب ولاعبة حالي ما كانت بطولة سهلة أبداً ومستوى الفني بهذه البطولة كان كتير عالي مشاركة الدول أوية كما حكينا كمان نسينا شوي أفريقيا اللي كانت مشاركة مصر مشاركة الكونديفور مشاركة الكونغو طبعاً هاي من الدول المصنفة يعني على مستوى العالم حتى بالترتيب العام يعني وطلت الكونديفور ورم منا يعني حتى هني نستغربوا يعني أنه نحن طلعنا بعد سوريا يعني أنه يعني كتير صعبة كانت بالنسبة لهم أكيد أنجاز كتير طبعاً الأردن أخذت الصدارة طبعاً بالترتيب لعبينهم الأولمبيين آسيويين عالميين يعني رياضة تايكواندو هي رياضة تانية تعتبر الأردن وفيها اهتمام كتير كبير المركز الثاني أخذته الدولة المضيفة إن شاء الله مشاركين بمئتين لاعب البطولة ثلاثمئة لاعب لحالهم إن شاء الله المرة جاي نكون نحن بمركز الأول الحمد لله إن شاء الله أكيد والشي الحلو كتير أنه هلأ الصبايا عم يدخلوا بخلينا نقول رياضاتها السلف ديفنس تايكواندو يعني وعم يأخذوا هيك مراكز متقدمة عم يبدعوا فيها آيا شو طموحك أنت بهذا المجال؟ شو حابة هيك؟ بطلة أولنبياد عالمي بالـ 2024 24 محددة التاريخ برابو عليك إن شاء الله يا رب هي أولنبياد عالمي ما بحق لا تشارك نحضرها للـ 2024 إن شاء الله إن شاء الله يا رب يتحقق كل هالطموح يعني وعن جد هالإنجازات كتير مهمة عنا تحضيرات كبيرة عنا تحضيرات كبيرة إن شاء الله للسنة الجاي حيكون لنا أول مشاركة عربية السنة القادمة بعد إن قطاع 8 سنة حالو حتكون بالإمارات لفئة الناشئين والشباب حتكون هاي أول مشاركة بعدين بيجينا بعض مننا مشاركة كأس الاتحاد الآسيوي بالأردن بعدين عنا بطولة آسيا باللبنان بعدين عنا تصفيات أولمبية بالصين بعدين عنا بطولة آسيا المفتوحة والأندية الآسيوية بإيران بعدين تجي طبعا دورة الألعاب الأولمبية وعن نسعى إن شاء الله يكون لنا دور يعني أو مشاركة بلاعب أو لعبي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بالـ 2020 حكي يعني نحنا بنا نتشكر وجودكم معنا ونتمنى لكم التوفيق نتمنى لآية المزيد من الميداليات والجوائز أكيد وتمثيل سوريا ودايما هيك رافعين رأسنا فوق شكراً كتير لكم شكراً لوجودكم وإن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل الكادر لكل رفاءتك كمان ومبروك مرة ثانية إليك عيا ما هلأ زينا لحروح بمحاطتنا التالية إلى حمص واجتمع أكثر من 300 مشارك ضمن ماراتون بنركض للتعليم ضمن فعاليات يوم الشباب الأول اللي نظمتهم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مع عدد من المبادرات الأهلية أجواء من الماراتون رح نتابعوا بتقرير مراسلنا تحت عنوان منركض للتعليم وبهدف ترميم مدرسة في حمص وضمن فعاليات يوم الشباب الأول نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجمعيات والمبادرات الشبابية الأهلية بالمحافظة سباق ماراتون وذلك بمشاركة أكثر من 300 متسابقة ماراتون بأنوان منركض للتعليم وشي بيثبت أنو الحياة عادت لطبيعتها بحمص وباعتبار أن حمص صارت من أكثر من عام مدينة خالية من إرهاب محافظة كاملة خالية من الإرهاب ماراتون بمناسبة يوم الشباب الأول الماراتون كان عبارة عن كرت وبيئمة ألف ليرا بشتري أي شخص في مدينة حمص رياضة أو غير رياضة برجع ريعه لعادة ترميم مدرسي هي مدرسة محمد المغوط ليرجع طلاب يدعموا فيها إن شاء الله بالعام الدراسي الجديد أطفال سوريا لتمنى أن يرجعوا على مدارسهم ويرجع التعليم مثلما كان وتتحسن الرياضة إن شاء الله في ختام الماراتون تووج وكرم الفائزون الذين تنافسوا بهدف دعم العلم ولإثبات أن الشباب السوري قادر على العطاء وهو الذي سيبني سوريا الأجمل أما هلأ صار سلمة وقت الأخبار الثقافية ورح نبدأ جولتنا الثقافية من قصر العظم الذي شهد أمسية موسيقية غنائية أحيط فرقة التراث السوري بإشراف إدريس أمراض تفاصيل معروبة صالح موسيقى 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 لحروح لخبرنا التالي وبمشاركة عدد من الفعاليات الاهلية ورسمية افتتح مهرجان القلعة والعناب بمدينة الحفة باللاذقية تفاصيل اوفا مع مراسلنا ماذا محمد افتتح مهرجان القلعة والعناب بمدينة الحفة في الالاذقية بحضور فعاليات اهلية ورسمية وتضمن عدد من المعارض المرافقة من منتجات المرأة الريفية والادوات التراثية والمنتجات الزراعية والصناعات الحرفية بالاضافة الى معرض للفن التشكيلي بمشاركة اكثر من عشرين فنان من مختلف المحافظات تتحنا الان معارض متعددة وخاصة لمعارض المنتجات الزراعية والادوات الحرفية الى هناك ادوات ايضا تراثية وبعض الاعمال الصناعية والكيميائية حقيقة هناك فرق كثيرة متعاونة معنا وشاركتنا هذا الاستبال في اربع فرق فنون الشعبية في فرقة موسيقية متميزة سمت نفسها بفرقة العناب الموسيقية شاهدنا هذا الحضور الجميل هذا الحضور الكسيف لابناء المنطقة الحفة اللي عانت فترات او فترة كانت قصيرة والحمد لله من الارهاب اليوم تعود لتعيش باحلى طلة وباحلى مشوار وباحلى مهرجان مع شبابنا ومثقفين وادبائنا بمهرجان قلع وللنا تناوبت كل من فرق ابناء الشمس وفرقة اسكار الدولية للفن الراقص وفرقة رمال على خشبة مسرح المركز الثقافي على تقديم عروض موسيقية ورقصات تراثية وفلكلور شعبي طبعا صممنا نوخية الدولاب الكهربائي لاستخلاص خيط الحرير من شرنق الدودوكاس نسحب الخيوط على الدولاب ونحصل على الخيوط هاي مادة الخام الأولية بعدين بتتعرض لعملية الغزل الغزل هي عبارة عن فتل الخيط أو عدد خيوط بخط واحد لأن هاي أولى مرحلة النسج أنا مشاركتي هي السنة الثالثة على التوالي يعني بالمهرجان القلعة والعناب أنا بنظم له فأنا شاركت بأعمال اشتغلت اتناولت العناصر البيت العربي يعني مع التزاوج هذا التزاوج بين العناصر البيت والزخارف والعناصر التراسية والموروز الشعبي يتضمن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام ندوات ثقافية وشعرية بالإضافة إلى حفلات فنية بمشاركة عدد من الفرق الموسيقية منها فرقة العناب وفرقة أفراح سورية للمسرح الراقص وفرقة القيامة للغناء والموسيقى سلمة ومن اللاد إيالا ريفا حلب وقرية أثرية تعود إلى القرن الأول والثاني الميلاد الكالوتا إرث تاريخي لا يزال في محيط نبول والزهراء بآثاره وأيقوناته تقرير مع مرسلنا مصطفى كوسا تتوزع في سوريا آثارا تاريخية كثيرة تعتبر شاهدا على عراقة السوريين فإذا منتقلنا إلى شمال حلب تجد قرى أثرية ومنها قرية الكالوتا والتي تعود إلى القرن الأول والثاني الميلادي أطلق عليها تسميات عديدة حيث أنها تحتاج لاهتمام كبير للحفاظ على هذا الإرث التاريخي هناك أربع آراء بالنسبة لتسمية هذه القرية رأي يقول بأنها من كالميرون وكالميرون تعني كأس ميرون وتعني شحيحة من اللغة السوريينية وهناك رأي آخر يقول بأنها لا هي المقصود منها كلمة عالوتا وتم تحريف هذه الكلمة عبر اللهجات المتكررة لتصبح كالوتا وعالوتا هي المكان المرتفع وهناك رأي آخر يقول بأنها كيلوت من اللغة الكردية وبالتالي كيلوت تعني المثقف نسبة إلى مار مارون المثقف طبعا أنا من خلال الدراسة التي أعددتها عن هذه المنطقة وهي رسالة ماجستير عن طرز الكنائس في الكتلة الكتلسية بين القرن الرابع والسابع الميلاديين تبين لي بأن هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى الاهتمام بشكل سريع في معظم مبانيها الموجودة نشوف بعض الكتل التي مع تيارات الهوائية فهي قابلة للتحرك بصراحة هذه الأمور بحاجة إسعافية للتحرك من المدرية العامة لأسهار المتاحف تنم بلدة الكالوتا عدة كنائس ومباني تمتد إلى عمق التاريخ وتعتبر هذه المنطقة غنية بالآثار حيث تتواجد عدة قرى محيطة بها منها براد وخراب شمس وقلعة سمعان هذه الكنيسة الموجودة في قرية كالوتا وهي أحد الكنائس السلاسة الموجودة في قرية كالوتا تعتبر من أهم الكنائس الموجودة في هذه القرية إذ أنها تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد حسب معظم الدراسات وتكمن أهميتها في أنها كانت في القرن الأول والثاني الميلاديين كانت عبارة عن معبد أوساني وهذه المنطقة تضم العديد من المواقع الأسرية المختلفة بالإضافة لكالوتا يوجد لدينا خراب شمس القريب من هنا يوجد لدينا براد المكان الذي دوفنا فيه مارمارون يوجد لدينا قلعة سمعان عراقة وحضارة تاريخ وأمجاد شهدتها هذه المناطق التي ستبقى شاهدا ودليلا للعالم أجمع عن غنى سوريا وتميوجها تاريخيا تعتبر هذه القرية الصغيرة هي واحدة من عشرات القرى الأثرية في المنطقة التي تعود إلى آلاف السنين مما يدل على حضارة وغنى هذه المنطقة الجغرافية من سوريا للإخبارية السورية مصطفى كوسى ريف حلب لهون جولتنا الثقافية خلصت لليوم فاصل أصير ولحن نرجع لنكفي باقي فقرات صباحنا غير نعم وضمن شهر التوعية بسرطان الأطفال سلوكيات ربما نمط غذائي خاطئ مجموعة أيضا رح نحكي فيها عن شهر التوعية بسرطان الأطفال وهدف ودعم مساعدة الأطفال المصابين أنهل جمعية سوريا اليمامة بالتعاون مع جمعية سوريا لعلاج سرطان الأطفال المرحلة الثالثة من تقديم الجرعات الكيموية وخدمات طبية أخرى لمرضى السرطان بمحافظة الحسكي أحمد الحمدوش أنهت جمعية سوريا اليمامة بالتعاون مع جمعية سوريا لعلاج سرطان الأطفال المرحلة الثالثة من تقديم الجرعات الكيميائية وخدمات طبية أخرى للسرطان ضمن المركز الطبي المحتذ وسط مدينة الحسكة بالتعاون بين جمعية سوريا اليمامة الخيرية وجمعية سرطان الأطفال بحلب عملنا هذه المبادرة مدتها كانت ثلاثة شهر كانت رائعة جدا قدمت كل الخدمات الخاصة بمرضى الأورام عندنا مثل الجرعات السرطانية بالإضافة تتكفل الجمعية بكافة التحاليل بالإضافة إلى التصوير الإيكو والطبق المحوري والماموغراف مع تقديم كافة الأدوية المحتاجة لكل مريض ضمن الحملة الثالثة من معالجة مرضى السرطان في محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية ضمن بروتوكول التعاون بين جمعية سوريا اليمامة وجمعية سرطان الأطفال بحلب أتينا في المرة الثالثة من أجل أخوتنا مرضى السرطان لتأمين كافة المستلزمات لهم لكي نوفر عليهم السفر إلى محافظات أخرى وفي هالمرة تم تقديم العديد من الجرعات المجانية بعد تحضير المرضى وإجراء التحاليل اللازمة والفحوصات الشعاعية المرضى أكدوا بدورهم أن المبادرة خففت على أبناء الحسكة أعباء السفر والتكاليف المادية عنهم مطالبين بتأمين مركزا متخصصا بمعالجة أمراض الدم والأورام لسيما أن مرضى السرطان يضطرون للسفر من أجل العلاج الحمد لله رب العالمين يجد تجرع عليه عندنا الحسكة وأخذناها ومفصوطين المكيفين منكم كثير وإن شاءها تكون خطوة على طريقها الصحيح ساعدونا فتح مركز بالحسكة يعني فتح أمراض مثل هيتش أمراض الأورام والسرطان بالمركز بالحسكة ضروري يذكر أن مبادرة توفير الجرعات المجانية لمرضى السرطان في الحسكة انطلقت في حزيران الماضي ووصلت إلى 211 مريضا من أبناء المحافظة ولا يزال العمل مستمرا لتأمين كافة مستلزمات الرعاية الطبية والعلاجية ومستمرين بتخطيطنا عن مرض سرطان الأطفال ضمن شهر التوعية الخاص بهذا المرض وكان لنا وقفات خلال برنامج صباحنا غير مع جمعية بسمة لرعاية سرطان الأطفال رح نحكي اليوم ونتعرف أكتر عن كيف نأخذ جرعة من النصائح والتحذيرات اللي لابد منها لتنتبه فيها كل لضمان صحة أطفالها وأيضا نتعرف على الأسباب والأهم لعلاج هذا المرض وكل هاي المعلومات من ضيفتنا لليوم الدكتورة غادة نادر سوسان رئيسة شعبة أورام الأطفال بمشفاء البيروني الساعد صباحك أهلا وسهلا فيكم الساعد صباحك دكتورة غادة قبل ما نبلش نحكي معك أكتر ناخد نصائح نحن نرح نشوف كمان تقرير عن مجموعة من النصائح الوقائية اللي ممكن مرتبطة بيمكن سلوكيات خاطئة نمط غذائي خاطئ ممكن يأثر على أطفال السرطان بالتقرير للتالي معلومات كثيرة من عرفها وأخرى من جهلة بما أن شهر أيلول هو شهر التوعي بمرض سرطان الأطفال فهل تعلم أن السجائر تعد من أخطر العادات الصحية التي تتسبب في التعرض للإصابة بالكثير من الأمراض من السرطان وإقلاع الآباء عن التدخين يساهم في الوقاية من هذا المرض هل تعلم أن الرضاعة الطبيعية تزيد من المناعة تحمي الأطفال من الأمراض المميتة مثل السرطان؟ هل تعلم أن النظام الغذائي الصحي يساهم في الوقاية من سرطان الأطفال مثل تناول المواد المضادة للأكسدي كالبروكلي والقرنبيت والجزر الطماطم وذور الكتان والثوم وغيرها من المواد الطبيعية؟ هل تعلم أن تناول أطفال الطعام في الأواني المخدوشة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟ هل تعلم أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 يساهم في الوقاية من أمراض سرطان الأطفال؟ هل تعلم أن ممارسة الطفل النشاط البدني الكافي في سنوات التعلم الآلي؟ تحريك جسم له القدرة على الحد من مخاطر الإصابة في سرطان الأطفال؟ هاي كانت معلوماتنا لليوم يلي بتساعدنا لتحمي أطفالنا من الإصابة بمرض عميفتك بآلاف الأطفال بجميع أنحاء العالم صباح الخير عن جديد دكتورة غادة خلينا نبدأ مع حضرتك يمكن نسمعنا شوية نصائح بالتقرير شو رأيك بالمادة بداية ونبلش نحكي شوي خصوصيا عن سرطان الأطفال سرطان الأطفال هو مثله مثل السرطان البالغين الأسباب تقريبا المتواجدة متشابهة طبعا باختلاف النسب السرطان بصورة عامة بيحدث بسبب إما عوامل بيئية أو عوامل جينية وبالجزء الأكبر منه هو مجهول السبب إلى الآن ما قدرنا نعرف السبب الرئيسي ليلو السرطان طبعا بيصير لما بتبلش خلية من خلايا الجسم تتكاثر بشكل غير طبيعي في البداية بتكون الخلايا بتشبه الخلية الأم لكن مع الوقت بتصير خلايا مشهزة تماما بتبلش كمان تهاجم الخلايا السليمة العوامل البيئية اللي حكينا عنها لها دور أكبر عند البالغين سواء كان نمط الحياة، نمط التغذية، التدخين، التلوث كل هاي العوامل لها دور طبعا بيصير طان الأطفال لكن دورها الأكبر كعامل بيئي بيكون بيصير طان البالغين العوامل الثانية هي العوامل الجينية طبعا تم إثبات أنه 10-15% من سرطانات الأطفال إلها دور بحدوثها أي اتراف الجيني ممكن يحدث عند الطفل أثناء تشكله ممكن يأهبوا لهذا الموضوع طبعا ممكن أنواع السرطان في عنا سرطانات مثل السرطان العين اللي هو الورام الأروم الشبكي ريتونو بلاستوما ممكن يكون له علاقة بالوراسة سرطانات مثل سرطان الكلية وراموينة ممكن يكون له علاقة بالوراسة باقي السرطانات ما زالت بالصورة الأكبر كما خبرتكم مجهولة السبب مجهولة السبب لكن خلينا نحكي أكثر مثل ما سمعنا بالتقرير والنصائح الوقائية كثير في من العادات الخاطئة اللي ممكن يعني نصف صار بديهي بالنسبة للعالم ونصف الثاني لا لسه مجهولة كمان خلينا نحكي عنا أكثر وخاصة النظام الغذائي اللي هو هلأ يمكن خلينا نقول حديث المجتمعات النظام الغذائي الصحي وخاصة لمرضى سرطان الأطفال هل صحيح أنه مريض السرطان ممنوع مثلا عن الحلويات ممنوع عن الدسم الكتير هل فيه وجبات معينة لازم ياخدها بالنسبة للأواني اللي عم يشرب فيها كيف لازم تكون خلينا نحكي كيف لازم تكون أيضا الانتظام بأجرعات يعني النظام اللي ممكن يعيشه حتى فعلا يخف هذا المرض عنه م شاء الله بيشفى يعني آمين يا رب هل بسرعة عامة احنا بننصح بشكل كامل بأنه نمط الحياة الصحي نمط الغذاء الصحي الغذاء المتنوع لنظيف صراحة ما في شيء بمثبت علميا عن أنه المتناع عن السكريات أو حرمان الطفل من البروتينات هذا الشيء بيساهم بتخفيف وطأة الورم أو حتى بتخفيف حدوث الورم ما تم ذكره ولا بأي تقرير عالمي مثبت أو ما توجهتنا الرسائل من المنظمات أو الجمعيات العالمية لعلاج سرطان الأطفال بحول هذا الخصوص لكن احنا بصورة عامة بندعو أي أهل وأي إنسان أنه هو يأكل بشكل متوازن يأكل أكل صحي طبعا استخدام الأواني البلاستيكية ما صار فيه خلاف عليه لأنه الطرق اللازم تكون الحياة تكون هي أقرب للشيء الصحي اللي احنا تعودنا عليه أيام زمان بجوز أحسن من الطرق الحديثة اللي سنعم نستخدمها سواء الأواني البلاستيكية التسخين فيها القصص مثل المايكرويف ما زال في عليها حديث كتير كبير الغذاء المتنوع اللي بيشمل البروتين السكر الدسم الفواكه الخضار والأهم يكون شيء نظيف احنا بنفرق بين حالتين بين الطفل اللي قبل ما ينصاب بالسرطان والطفل المصاب وعم ياخد جرعات كيماوي هل الطفل اللي عم ياخد جرعات كيماوي سواء كان في جزء مننا كورتيزون فاحنا بنقول للأهل انه اوكي خففوا ملح وسكر مو بيهدف انه احنا نحرموا من هذا الشيء لا لأنه من اخصاطات الكورتيزون انه ممكن يحبط السوال فبتلي تخفيف بيساعد بهذا الموضوع فاحيانا الاهل ممكن يفهموا هاي الرسالة بشكل خاطئ انه والله الدكتورة قالت انه ما بدنا ناكل كتير سكر معناته الحكي اللي عم نقرأه على الفيس مضبوط هلا لحد هاللحظة لم يثبت علميا انه حرمان الطفل من البروتين او السكر هذا الشيء ساهم بتحسين نوعية العلاج الاكل اللي بنأكد عليه هو الاكل اللي ننظيف الخضار الورقية بصورة عامة احنا بنحاول نتجنبها عند الاطفال المصابين بالسرطان خصوصا في فترة العلاج الكيماوي كل الخضار مثل الخيار وخلافهم يكون بتتأشر الفواكه تكون بتتأشر كله هذا نوع من حرص على سلامتهم كونه هنه اطفال مضعفين مناعيا وممكن اي تلوث يساهم بانه يفوتوا باختلاطات احنا بغينا عنها طيب دكتورة خلينا نحكي كمان عن المراحل عادة المراحل اللي بيكتشاف عندها السرطان بتأثر بمرحلة العلاج نفسه قدي في عنا حاليا صار نسبة اكتشاف للسرطان بمراحل خلينا نقول مبكرة وقدي عم بيتم العلاج والشفاء لانه يعني هلا نحنا صرنا بهذا الوقت متل ما عم نقول ما عد فيه شي مستحيل ما عد فيه شي صعب هاي الصورة التغت هي كانت عند العالم بشكل عام عن السرطان هداك المرض اللي بيمرض فيه ممكن فورا انه تنتهي حياته صرنا عم نشوف حالات كتير عم تتعالج طبعا هو انا بستغل هون ان يقول انه سرطان الاطفال هو من الامراض الشافية في امراض كتير نسبة الشفاء فيها بتعادل الشفاء بامراض الكلية وامراض تانية امراض القلب وممكن احسن منها كمان فلهيك احنا بنأكد عن موضوع الاستشفاء لازم كتير انه اصار معنا مشكلة انه بنعرف انه هاي المشكلة قابلة جدا للحال في جزء كبير منها طبعا المرحلة بتفرق كتير احنا عنا نوعين من اورام الاطفال عن الاورام الدموية والاورام الصلبة الاورام الدموية بنحكي عن حالات عالية الخطورة ونخفضة الخطورة بتوقف حسب انتشار المرض وحسب اضطرابات ممكن تكون جينية موجودة تانية وحسب المراحل اللي واصل لها الطفل بالاصابة بينما الاورام الصلبة فهي بتتصنف عالميا مرحلة اولى تانية تالتة رابعة حسب انتقال الورم وحيانا بيتداخل نمط التشريح المرضي بالتصنيف كمان الكشف المبكر كتير 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 مهم واحنا بنأكد عليه كتير لهيك احنا دوما بنقول للاهل انه اي عرض من الاعراض اللي احنا دوما بنحاول نسقف الاهل عنها انه لاحظتي لازم يصير في استشفاء لازم يصير في مراجعة طبيب مختص لانه ممكن احنا تكشفنا المرض بمراحل الاولى يكون شافي يا عنا امراض بالمراحل الاولى نسبة الشفاء فيها بتتجاوز 95% يعني مثل اي مرض ثاني صارت تمام بينما في المراحل الاخيرة ممكن ما تتجاوز الاربعين او 30% نسبة الشفاء منها فلا هيك موضوع الانتباه لأي عراض من الاعراض اللي ممكن تشير انه انا ابني عنده مشكلة مرضية لازم يكون هاي ثقافة عامة نحاول دوما انه الاهل لأي محاضرة توعوية انه نخبرون انه هاي الاعراض هي علامات تحذيرية وما بيصير ابدا تنهمل اكيد طب خلينا نحكي عن الاعراض اللي ممكن يكتشفى الاهل وخاصة عند الاعمار الصغيرة يعني الطفل ما بيقدر كتير يعبر عن الوجع فكيف ممكن الاعراض هل تظهر اعراض معينة ظاهرة للام حتى تقدر فعلا دغري تدارك الموضوع طبعا طبعا فيه اعراض تحذيرية فيه مننا جزء بيبين بالفحص السريري فيه جزء مننا بيلاحظوا الاهل اللي احنا بنخبر الاهل اي تورم بتلاحظي باي مكان بالجسم لازم انت تراجعي طبيب يعني مثلا انا لقيت فيه تورم بالساق تورم بالكتلة جسد شيء ما نم مريح بالبطن شيء بالرقبة انا لازم فورا اني انا راجع اقرب طبيب لانا ممكن تكون هيدا خامة عقد لنفوية او بداية تشكل كتلة سرطانية العرض المهم الثاني اللي بيلاحظوه الاهل هو الخمول والتعب الغير معتاد عند الطفل يعني انا الطفل هذا متعود كتير نشاطه حيوية فجأة لقيته خامل معدت حرات ميل للنوم هو مرض ما بيوجع يعني ما بينوجع عالطفل هو بسهول مرض الصابت بمعظم الحالات ما في علم بس لكن ما نقاعدة يعني احيان بيقول لك دكتورة اذا كتلة ما عم تواجعوا معناته ما نسرطان لا مو بالضرورة ابدا ما نمرت بصين موضوعين ببعضهم مثل ما خبرتك انه مثلا الشحوب انا لاحظت ابني شاحب كتير على غير العادة لاحظت فيه كدمات ما كانت تطلع له كتير هلا كتير جسمه كله كدمات فيه نوع من الطفوح من سميل فرفريات بيجي نقط حمراء صغيرة انتشر فجأة على جسمه هاي كلها العلامات علامات تحذيرية فقدان الوزن الغير مفسر عمرأبه عند الطبيب لقيت وزنه كتير عم بيقل حتى لو ما عمرأبه انا تيابه لقيته ان التيابه كتير واسعانين عليه معاته انا عندي مشكلة انا لازم روحنا عند الطبيب وشوف شو المشكلة اللي عندي بقد الشهية الغير مفسر عرض كتير مهم بنلاحظه هو الصداع ما في شي اسمه عند الطفل صداع يهمل الصداع عند الكبار ممكن يكون صداع توتري صداع بسبب الضغوط عند الطفل شكوى الصداع هي شكوى هامة جدا جدا اذا الطفل تكررت عنده لازم احنا نعمل اجراءاتنا اللازمة خصوصا اذا ترافقت مع شي بنقوله الاقياءات الصباحية يعني الطفل عم فيه الصباح يشكل وجع راسه بعدين بيراجع بعدين بيلي كيلها بلشت ارتاح ماما هذا العرض كتير مهم احنا لازم نتابع فيه فيه كتير عرض كمان كتير مهم انا بحب اني اخي خبر عنه هو الشي بنسمي لحدا قلبيضاء بتلاحظ الام انه مثل فيه كسافة على عين الدم عين الطفل هذا العرض كتير مهم هو خاص بمرض هو مرض ريتنو بلاستومة الكشف المبكر بهذا المرض هو بيخلينا نوصل لماحد الشفاء مية بالمية زائد المحافظة على العين ها كتير بيفرق الموضوع انا رح اصير عندي شفاء مع المحافظة على العين ولا انا عندي شفاء بدون المحافظة على العين فهذا من الاعراض اللي كتير بنساقف الاهل صوصا الامرات اللي فيها تواتر لحدوث هذا المرض حتى بننصحهم بشراء فحص دورك للاطفال تحت خمس سنين نعم دكتورة حكاتي يمكن عن احد الاعراض هي بتخلينا نكتشف مرض ممكن الشفاء منه وبشكل تام غيرنا نحكي عن مراحل العلاج بانواع مرض سرطان الاطفال وقديش هي عندنا نسب علاج بسوريا وبمشفى البيروني اكيد حالا السرطان الاطفال بيتعالج مثل ومثل اي سرطان تاني نحن نستخدم العلاج الكيماوي العلاج الجراحي والعلاج الشعاعي طبعا فيه علاجات جديدة بلشتنا نستخدمها عند الاطفال هي العلاجات الهدفية كمان فيه شي عالمي لسه ما دخل عنا بس هو لازم ينذكر هو العلاج الكارتيسيل او العلاج بطرق المناعية ليه انه بيخلوا الخلايا المناعية اللي مفاوية للجسم بيعرفوها على الخلايا السرطانية وبيرجع بفوتوها على الجسم هي لحالة بتهاجم خلايا الورمية بدون ما نعطي اي علاج متمم ما زالت الحالات قليلة لكنها نتائج كتير واعدة وان شاء الله يارب معنا مقريب بيدخلنا عنا هيك علاجات علاج الكيماوي طبعا احنا بنعطيه في الاختلاطات والمعهودة اللي بنعرفها لكن هو علاج الأشيع والأكثر استخداما عند الأطفال بالأورام العزمية بالأورام بعض الكتل البطنية كمان الجراحة بتدخل كعلاج تاني كخط تاني للعلاج طبعا علاج الشعاعي هو أقل استخداما لكن في بعض الأمراض هو حجر الأساس بالمعالجة ونسب الشفاء عنا أنا بعتبر ببلد مرأة بحرب بثماني سنين فأنا بعتبر نسبنا كتير كتير ممتازة حاليا صار عنا حتى زرع النقي اللي هو رح يحسن إن شاء الله النسب إحنا بدون زرع النقي إلى الآن عم نتجاوز لـ 65% نسبة الشفاء وهي مقارنة بالنسبة العالمية اللي هي 80-85% نسبة أنا بلاقيها جدا مقبولة لأنه مثل ما تلك بلد وتعرض لكل هالقصص اللي ما رأنا فيها ولسا عنا بمراحل الأولى لزرع النقي فأنا بعتبر هالنتيجة ممتازة ويتمنى كل الشفاء لكل أطفالنا أكيد نحنا بنتمنى هالشيء وخاصة أنتو كادر مشفى البيروني كان بمنطقة خطر ومع هيك ظل المشفى يعني آيم وعم يستقبل كل الحالات بكل حب وما وده خلينا نحكي كمان بالنسبة للأهالي هل في من أمور أو فحوص دورية المفروضة عملوها للأطفال بقائية خلينا نحكي بالجانب الوقائي شوي تماما الآن بالجانب الوقائي فيه مثل ما حكينا قبل شوي فيه بعض العادات اللي لازم نتجنبها تدخين الأهل طريقة تخزين الأطعمة طريقة تقديم الأطعمة حتى هاي القصص حكينا فيها فيه شيء فحوص دورية عند مرضى مثل مرضى الريتينو بلاستومة يعني كما خبرتك أنه الحالات اللي بيكون فيها ورم أرومي شبكي عند الطفل من أطفال العيلة فإحنا روتينيا بنوجه الأهل كل الأطفال لحد عمر خمس سنين لازم نعمل لهم فحص دوري عن طبيب العينية كل ثلاثة لستة شهور لننفي وجود هذا الورم وحتى إذا لا قدر الله صار أنه يكون بمراحل الأولى فهو شافي وعلاجه بسيط جدا طبعا الفحص السريري الدوري عن طبيب أطفال يعني ما بيسير أنا بيجوني أهل بيقولي إحنا من ثلاثة سنين ولا ما ولا كان يشكي شي ولا حتى شفنا دكتور غلط غلط أنه أنا ثلاثة أربعة سنين ابني ما مرقوا عن طبيب حتى بشكل طبيعي يعني مراقبة الطفل السليم هلأ صارت من القصص للصحة العامة اللي إحنا بندعوه كل الأهالي أنه فيه شي اسم مراقبة الطفل السليم أنا على الأقل كل ثلاثة لأربعة شهور بدي أخذ ابني يفحصه بشكل دوري عن طبيب الأطفال مو بالضرورة أنه يكون عندي مشكلة حتى أنا روح براقب طوله وزنه نمو فحصه السريري فهي الشغلة يكثرنا كثيرا نشجع عليها طبعا اللقاحات هي شغلة كمان آمنة ونشجع عليها لأنه في بعض الأورام ممكن تصير بعلاق آلية أنه الطفل يصير عنده التهابات كبد من نمط معين وبالتالي تتطور عنده أنواع محددة من سرطانات الكبد أو خلافه فإحنا بندعو الأهل كمان لالتزام باللقاحات والالتزام بالمبادئ العامة للصحة العامة العلاج النفسي أو الدعم النفسي هو جزء كثير مهم من علاج مرض السرطان بالعموم أو أي مرض ممكن الشخص ينصف فيه عدم الاستسلام القوة الإرادة وجانب الأهل أيضا لهم دور كثير مساعد بهذا الموضوع حالات كثير شفيت عرفنا أنه في حالة من الحالات اللي شفيت عنكم وتابعتوها من فترة حضرت عرصة خلينا نحكي عن هاي الحالات والنماذج وقد هي فعلا بتأثر على المريض يعني واحد حس بنفس الوجع وشافه قدامه شفيت احنا فيه شغلة عملناها السنة الماضية وكانت كثير إلى أثر إيجابي جدا كنا كنا أول ما رجعنا فلحنا الشعبة وجددناها بعد الحرق كان فيه تخوف كثير من الناس أنه هذا المرض بيطيب ما بيطيب فيه مجموعة من الشباب والصبايا اللي هنا كانوا شافيانين من المرض حوالي أربع أو أكثر من خمس أو ست أسنين مارع صديقتنا يعني هي صارت صديقتنا حاليا وجدت وحنا احتفلنا فيها أننا قدرت تتجاوز كل مراحل المرض وتنسى كل المعاناة اللي مرئت فيها يجو زاروا الأطفال عنا بالقسم وورجوهم حالات مشابهة يعني هذا يقولوا أنا كان عندي نفس مرضك بنفس المرحلة ولكني طبط وانت لايمة شائم لي خايف لي كذا كثير هاد الشي دعم مو بس الطفل دعم الأهل لأنه أحيانا احنا بنحس أنه الأهل أحيانا لازم يتوجهن جزء من الدعم النفسي لأنه هن كتير بيأسرع الطفل يعني الشخص الكبير بيجوز بيكفي تدعميه نفسيا تكون قادرة أنك توصل للنتيجة اللي بدك إياها لكن بسرطان الأطفال بتكتدعمي لشأن الطفل والأهل لحتى توصل للنتيجة اللي بدك إياها عنا دوما نشاطات دورية من عدة فرق للدعم النفسي في عنا فريق بالمشفى بحد ذاته فريق قوس قزح لدعم الأطفال من ناحية طبيعة من العاملين بالمشفى فقط عملنا هيك مجموعة صغيرة بتعمل نشاطات حفلات أعياد ميلاد للأطفال بحيث أن الطفل ما يحس حاله أنه أنا قاعد بالمشفى وما عمشوف شي حتى فيش صبايا صاروا يبلشوا يعطوهم بعض المبادئ التعليمية أنه ما يروح عليك الدرس علمناك الأحرف علمناك كذا هاي القصص كتير دعمة الطفل ودعمة الأهل أكيد لكن أكيد جهودكم كلها مشكورة بالنهاية هيك في عندك حالة كتير علمت بذاكرتك كانت قوية وشو عم تعلمي من التعامل مع الأطفال نحنا بنعرف مدى التعلق حتى بين الطبيب وبين المريض وخاصة إذا كان طفل والله أنا تعلمت منهم القغة يعني صدقا الأطفال المصابين بالسرطان تتعلمي منهم القوة بتحسي بالقوة بتحسي حالك أن أنت قادرة تكوني صبورة قادرة تكوني تتعاملي مع كل الأمور بكتير إرادة إرادة الإرادة الإرادة هي شيء رائع عند الأطفال نعم نشكر وجودك معنا شكرا كتير إليكم نتمنى دائما الشفاء لكل أطفالنا لكل مريض شكرا إليك شكرا إليك شكرا الإعلام بشكركم كتير ويعطيكم ألف عافية شكرا أكيد لوجودك معنا وإن شاء الله الشفاء العجل لكل مرضى سريطان شكرا لإلكون كتير شكرا لإلكون أما هلأ سلما ننتقل على استوديوهات الإخبارية السورية للإطلاع على أهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علاء أبو خضر يسعد صباحك علاء يسعد صباحك زينب وشكرا لألك مشاهدين نبقى مع مجزين لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل أهلا بكم دهمت دوريات مؤللة تابعة لميليشيات قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية حي خشمان في مدينة الحسكة واعتقلت ثلاثين شخصا من أهالي الحية مصادر أهلية أشارت إلى أن حالة من الاستياء تصود بين الأهالي في المحافظة نتيجة الممارسات العدوانية لميليشيات قصد وحالة الخطف وتفشي الجريمة وفرض المناهج الدراسية المخالفة لمناهج وزارة التربية السورية ومصادرات الأرزاق ووضع اليد على المنازل وغيرها الكثير من الاعتداءات التي تنفذها برعاية ودعم قوات الاحتلال الأمريكية جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر مستهدفا منطقة بيت لهي شمال القطع كما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطع وكانت وكالة وفا ذكرت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته استهدف أراضي زراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في الأجواء الشرقية للقطع وقبل ذلك شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في قطاع غزة إلى العراق حيث أسقط الحجد الشعبي العراقي طائرة مسيرة حاولت استهداف مواقع للجيش العراقي في محافظة ديالا شرق البلاد وقال الحجد الشعبي في بيان إن الفريق التكتيكي التابع للواء 26 في الحشد رصد الطائرة واستخدم المعدات التقنية التي يمتلكها وأسقطها بنجاح وأضاف البيان أن الطائرة كانت تستطلع تمهيدا لاستهداف قطعات الجيش العراقي خلال الأيام المقبلة لكن قدرة قواتنا وسرعتها حالت دون ذلك في خبرنا الأخير قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة حجة وجبهة جيزانة هذا وقال مصدر عسكري يمني إن وحدة الهندسة نصبت كمينين محكمين استهدفا مجموعة من المرتزقة وألية محملة بالأفراد في جبهة حيران بحجة ما أدى إلى تدمير الآلية ومقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة وفي جيزان لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب عدد آخر إثر تفجير آلية كانوا على متنها وأكد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تفجير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة قبالة منفذ الطوال ما أسفر عن مقتل وجرح من كان على متنها بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز والآن عودة إليك زينب شكراً إليك زميلتنا علاء أبو خضر أكيد مكملين مشاهديننا بآخر فقراتنا من صباحنا غيرك أكيد زينب اليوم هو الحدث الأبرز الثقافي بسوريا واللي بيجعله كل محبين الكتاب وهو معرض الكتاب الدولي بدورته الـ 31 طبعاً رح ينطلق اليوم من مكتبة الأسد الوطنية مساء اليوم تحت شعار الكتاب بناء العقل ضمن مشاركة وصلت إلى أكتر من 237 دار وجناح وضمن مشاركات دولية في البعض منها للمرة الأولى التحضيرات لانطلاق الدورة الـ 31 رح نتعرف على تفاصيل أكتر ضدها كاميرا الإخبارية مع عريم سليمان تحت عنوان الكتاب بناء للعقل تستعد اليوم مكتبة الأسد الوطنية لاستقبال المثقفين والمهتمين من كافة شرائح المجتمع في معرضها الدولي الـ 31 والتي سينطلق اليوم بمشاركة واسعة من دور النشر ودول مشاركة لأول مرة لما يضمه من عنوين وإصدارات جديدة لهذا العام حقيقة دور النشر دخلت إلى أرض المعرض أدخلت كتبها عنوينها الجديدة الآن المعرض حقيقة يزدان بالكتب الجديدة رفوف المعرض امتلأت دور النشر المشاركة كلها استكملت إجراءاتها حتى إدارة المعرض استكملت إجراءاتها لإقامة حفل الافتتاح نتوقع أن تكون هذا العام المشاركة جيدة ونوعية حقيقة هذا من جهة ومن جهة ثانية أيضا أن يكون الحضور الجماهيري نتطلع أن يكون يتناسب مع أهمية هذا الحدث الثقافي الكبير الذي تشهده دمشق أسعار وعروض مميزة للقارئ السوري بالإضافة للأجنحة الخاصة لاستقبال الأطفال من وسائل تعليمية حديثة لتنمية المهارات لديهم بما يناسب أعمارهم عنا وسائل تعليمية خشبية للأطفال الوسائل تستهدف الأطفال من عمر صغير الوسائل هي عبارة عن قطع خشبية أن الطفل بعمر صغير مثل ما بتعرفه ستة شفر للسنة للسنتين للثلاثة ما بيعرف يقرأ لسه وإحنا نستهدف هذا العمر حتى نوصل له الفكرة يتعلم الألوان يتعلم الأشكال الهندسية يتعلم المطابقة كل هاي الأصاص من أهم الدور اللي معنا دار الفعرابي دار المهضة عربية هنشاركين بشكل مباشر لكن احنا مشروفين على إجنحتون معنا مركز دراسات الوحدة العربية معنا دار آفاق مصر دار الجمال معنا دار صفصافة مصرية كمان ومعنا دار الكعراقية العنوين تقريبا ما بين دراسات الفكرية الفلسفية بالأخص الفلسفة الماركسية والفلسفية عموما في دراسات سياسية وفي القسم الأكبر أدب أدب مترجم بالأغلب عنا شي مميز هاي السنة كمان احنا لكل فاتورة بتقيمتها بتزيد ألفين وما فوق نسخة مجانا لكل حدا بيشتري وقيمة الفاتورة هيك في عنا كمان شي يعني تقدير لتضحيات الجيش العربي السوري رح نقدم سلاسة نسخ لزوي الشهداء والمخطوفين والجرحة من الجيش العربي السوري اللي نحنا شو ما قدمنا لهم بيكون شي كتير صغير قدام التضحيات اللي قدموا لنا لأنه نحن الأولى هون ما كنا موجودين حاليا يبقى معرض الكتاب ملتقى ثقافي نوعي على مستوى عدد المشاركين ونوعية الكتب حيث تم التأكيد على العناوين التي تهتم بقضايا المجتمع والإنسان والحداث المواكبة للتطور والأصالة على حد سواء أكيد لنعرف أكثر عن اليوم والافتتاح لمعرض الكتاب بدورة الوحدة وثلاثين لها السنة معنا ضمن مساحتنا الصباحية الأستاذ فادي غانم معوين المجير العام لمكتبة الأسد الوطنية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك مساحت صباحك أستاذ فادي خلينا نبدأ اليوم ما شفنا بتقرير التحضيرات خلينا نعرف كيف رح يكون استقبال الناس بدورة الوحدة وثلاثين لمعرض الكتاب شو الجديد السنة ألا بهذا الوقت عم نقوم باللمسات الأخيرة والتحضيرات النهائية اليوم الافتتاح إن شاء الله الساعة سبعة مساءً رح نقوم بافتتاحه السيد الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وبمشاركة رسمية كتير واسعة السنة السنة كتير كانت يعني الشغل عليها والتسويق الإعلامي للمعرض فجهات رسمية كتير السنة يعني تعاونت معنا لالافتتاح إن شاء الله الافتتاح رح يكون مميز والمعرض السنة رح يكون وين المعرض بالمجمل رح يستمر لمدة 12 يوم يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً متواصل طبعاً دور النشر رح يرافق المعرض عنا برنامج ثقافي كتير متنوع إن كان من ندوات أدبية وثقافية وعلمية وحتى سياسية السنة في عنا شي خليني أو أحكيلك عن المعرض شخصية المعرض لهي العام دائماً نحن في عنا شخصية تاريخية اللي هي الشاعر السوري أبو العلاء المعري وبهالمناسبة لأنه افتتحنا يعني واعتبرنا شخصية المعرض التاريخي لهي السنة قمنا بمعرض للمخطوطات خاصة بمخطوطات أبو العلاء المعري طبعاً بالإضافة لمجموعة من الكتب النادرة وفيه طبعات صخرية لأول مرة من معرضها السنة كمان في شغلة مميزة إنه قمنا بمعرض فنون تشكيلية بمشاركة مديري الفنون الجميلة بنفس الوقت مع معرض المخطوطات هاي اللي أول مرة بتصير معرض فن تشكيلي مع معرض المخطوطات بالإضافة عنا مهرجان سينمائي كامل بشكل يومي كل يوم عنا عرض فيلم سينمائي من الساعة أربعة للساعة ستة مثلاً وأحياناً رح يكون فيه فيلمين بنفس اليوم طبعاً بين أجنبي وسوري شي من الأدب العالمي وشي من الأفلام اللي أنتجت بالفترة الأخيرة بسوريا طبعاً الفعاليات متنوعة يومياً عنا تقريباً فعاليتين أو ثلاثة مثل ما حكيت بين سياسية بين أدبية عنا ضيوف من برى البلد طبعاً مشاركين بالفعاليات من لبنان ومن العراق فيه أمسيات شعرية السنة كمان في عنا أمسيتين شعريات اسمها يعني خليني ألك أمسية شعرية عربية إيرانية طبعاً بمشاركة شعراء من سوريا من اليمن من اللبنان من العراق ومن إيران هدون كمان على مدار يومين كمان فيه أمسيات شعرية طبعاً بمجموعة كبيرة من الشعراء الشيء الثاني اللي هو حفلات توقيع الكتاب عنا لحد هلأ لها اللحظة طبعاً هذا العدد قابل للزيادة خلال المعرض لحد هلأ لعنا 95 حفلة توقيع كتاب طبعاً هذا شيء مبشر جداً بالخير بالإضافة عنا توقيع كتب لكتاب أجانب في عنا حفلة توقيع لكاتب تشيلي جاي يوقع كتابه هون كمان كمان بيحكي عن سوريا والمعرض مثل ما حكيت يومياً نساعة بالحالة إلا يوم الجمعة من الساعة أربعة للساعة عشرة بالليل نعم لك عنا قلنا بالمقدمة إنه 237 دار وجناح مشارك بالدورة 31 لمعرض الكتاب خبرنا أكتر عن المشاركات الدولية وشو المميز هلأ بهذه الدورة الآن السنة في عنا مثل ما حكيت حضرتك 237 دار نشر هلأ هي متوزعة بين دور نشر سورية من لبنان من مصر ومن العراق بالإضافة عنا كمان من الدنيمارك السنة والإضافة للوكالات اللي بتجينا كمان من دور النشر اللي بتاخد وكالات كمان في من تونس في من السودان في من الإمارات وعننا هيئات دولية لنشاركة그렇arnos سفارة اندونيسيا الي اول مرة بتشارك سوفر المركز الثقافي الروسي المشارك والمستشارية الايرانية وعننا مؤسسة المعارض الايرانية هي تابعة لوزارة الثقافي الايرانية كمان هذه السنة مشاركة لأول مرة بالإضافة للهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة لنا في البلد وجامعات خاصة يوجد أيضا مشاركة واسعة منهم كلها على مستويات ثقافية وعلمية محترمة كل سنة يكون فيه نشاطات مرافقة لمعرض الكتاب ضمن مكتبة الأسد إن كان ندوات، إن كان حفلات توقيع كتب أيضاً فعاليات تخص الأطفال، مشاركات فنية السنة الماضية كان فيه مشاركة للفنان القدير دوريد الأحام وغيرهم من الفنانين السوريين سأخبر السنة هل سيكون فيه نفس هذا البرنامج ومين سيكون مشارك؟ هذه السنة كمان نفس السنة الماضية نحن مثل ما تلك كل سنة عم نحاول نسعى على برنامج السنة برنامجنا الثقافي بقدر قول عنه كتير مميز لأنه شامل ومتنوع يعني بقدر تأخذ من الأدب للثقافة للسينما للسياسة لكل المجالات المعرفية اللي بنقدر نعمله السنة فعلاً عنا نحن عنا ندوتين سينمائيات مثل ما حكيتي حضرتك خلال عنا فيلمين رح ينعرضوا فيلمين سينمائيات اللي هو فيلم دمشق حلب اللي هو للمخرج باص الخطيب وفيلم رجل الثورة للمخرج نجدة أنزور وبعد الفيلم بعض عرض الفيلم رح يكون في ندوتين للمخرجين فيلم دمشق حلب رح يكون بالندوية مع المخرج باص الخطيب رح يكون معه كمان الممثل فنان الكبير دوريد لحام مع الممثل كندحنة رح يقوموا بندوية بيحكوا عن الفيلم كمان ايضا فيلم رجل الثورة للفنان نجد الثدوب عنا فعاليات مثل ما قلت لك ثقافية خلينا احكي بعض الفعاليات السياسية مثلا للندوات في عنا مثلا غدا بكرة 9 ساعة 6 المساء في عنا ندوة في من لبنان ومن الكويت مشاركين يعني في النائب الكويتي عبد الدشتي وفي جوزيف أبو فاضي في عنا الشاعر محمد علي شمس الدين كمان في من العراق جواد الأسدي في فاضل الربيعي أيضا هذون من الكتاب المسرحين المعروفين جدا على مستوى المسرح كله مشاركات بالإضافة للمشاركات الداخلية السورية اكيد خلينا نحكي لك عن المشاركات المحلية أيضا نركز عليها شوي بما أنه عم تقول لها في كتير من المشاركات الوجوه جديدة الشابة هل في كمان أسماء معروفة من محلية طبعا الأسماء المحلية أيضا معروفة إن كانت من الشعراء أو من الندوات السياسية يوجد مثلا لدينا حفلة توقيع كتاب مع الندوة بعنوان الكتاب الرجل الذي يموقع للدكتورة بوسينا الشعبان يشاركها غسام بن جدو في الفعالية لبعض الشعراء المحلين أيضا كما تحدثت أن مشخصية العام هي أبو العلاء المعري يوجد ندوة عن أبو العلاء المعري كشخصية تاريخية وفلسفية بالإضافة لندوة عن المخطوطات التي تختص بأبو العلاء المعري يعني مشاركات عديدة ومهمة ويمكن أيضا إتحاد الكتاب العرب يكون له مثل ما بنعرف الجناح الخاص فيه المميز خلينا نحكي شوي عن مشاركته اتحاد الكتاب العرب هو شريك معنا كل المنظمات التي في سوريا التي تعنى بالكتاب والثقافة هي مشاركة معنا وشريكة معنا اتحاد الكتاب العرب كما كل عام لديه جناح خاص به عدد المشاركات تقريبا يصل إلى 1300 عنوان لن أستطيع أن نحصل لك الأسماء لأنها كثيرة خلق 500 مؤلك من منشوراتهم التي تندرج ضمن الأدب والروايات والعلوم الإنسانية وأدب الأطفال وأيضا سلاسل الكتب التي تتخصصون فيها والمميز في دار اتحاد الكتاب العرب أنهم البيع عندهم بحسميات عالية جدا شبه مجانية فأيضا لديهم مشاركات بالإضافة للندوات والفعاليات التي تقوم لدينا نعم لكل المهتمين كمان بمعرض الكتاب بهذه الدورة هل فعله موقع خاص صفحة خاصة بطرد النشاطات اليومية التي ستكون المشاركات المهمة الندوات حتى يقدروا يتوجهوا ويحضروا طبعا يوجد صفحة خاصة بالمعرض على الفيسبوك خاصة بمعرض الكتاب وستقوم بعرض الفعاليات أو بالتهيئة قبل الإعلان عن الفعاليات قبل بيوم تحديدا على الندوات والفعاليات والإنسيات التي ستقوم بالمعرض بالإضافة إلى موقع مكتب الأسد أيضا يقوم بالنشر ارتباعا على ما سيتم في المعرض والأحداث التي تتمكن نشكر وجودك معنا ونتمنى لكم التوفيق اليوم أكيد سنكون متواجدين ويكون لنا تغطيات خاصة خلال فترة المعرض على شاشة الإخبارية شكرا لكم شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق إن شاء الله بهذه الدورة شكرا لألا شكرا لكم يعني وصلنا لخطام صباحنا لليوم زينة بنتمنى من كل المشاهدين يلي كانوا معنا نكون قدمنا معلومة مفيدة خلال هذا اليوم أكيد ما بنا ننسى ندعو الكل يكون متواجدين بافتتاح معرض الكتاب ويكونوا متواجدين خلال هاي الأيام هي فرصة لحتى نرجع للصديق الوفي يلي بيضل معنا وين ما رحنا وين ما كنا بجنبنا وهو الكتاب بتمنى لكم بقية نهار كلها تطاقة وخير وتفاؤل وصحة وعافية ابو بألف خير زينة وأنتي كمان سلمة وأكيد بديقول لجميع مشاهدينا اللي ما قدر يحضرنا صباحا الساعة تسعة احضرونا الساعة وحدة بالليل إضافة لصفحات الإخبارية اللي عم تعرض كافة البرامج وأكيد بنتمنى لكم بقية نهار هيكي مع العالي حلو وبليء في البهجة والسرور والعافية شكرا لمتابعتكن وباي باي 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 اشتركوا في القناة